السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه النهاردة انا اعمل مع بعض حلوة جوز الهند او كرات جوز الهند طريقة سهلة وبسيطة وسريعة خالص ان شاء الله تعجبكم فيديو سهل وسريع بتبعول النهاية وان شاء الله هيعجبكم جدا ده بيبقى شكلها طعمها برضو حلو جدا خصوصا الناس اللي بتحب جوز الهند بقلب كده في التلاجة لقيت عندي طبق جوز هند من رمضان اللي فات واحنا كل سنة متطايبين قربنا على رمضان الجاي كمان فقلت لأ لازم استغله في حاجة وزي ما هو ما شاء الله ما فيوش اي حاجة انا كنت حفظه في التلاجة فهنامل بيب نهاردة حاجة كده سهلة وسريعة وبسيطة جدا لو عندكم بقى جوز الهند من رمضان استغله في الوصفة دي جبت بقى طبق وحطت فيه بيضة واحدة بس وحط عليه دي اقل من نص كباية من السكر البدرة لو ما عندك السكر البدرة ممكن تستخدم سكر حبيبات بس هتخلطي اكتر حطيت كمان زرفي من الفانيليا وهقلبهم مع بعض كده كويس جدا بالمضرب اليدة والعادي يعني وانا محتاج مضرب كهربائي ولا اي حاجة بكل سهولة منعملها من تخدش وقته خالص اضربهم بقى كويس جدا مع بعض لحد ما لون السفار كده يفتح يعني تلاقي اللون الاصفر ده افتح شوية معاك والسكر ده تماما مبقاش ليه اي اثر بعد كده هنزل بجوز الهند هنحتاج تقريبا تمني كيلو جوز هند تمام يعني تقريبا كوباية وشوية كوباية وربع من جوز الهند او تمني كيلو من جوز الهند هنضفهم شوية بشوية كده والم بالمعلقة وبعد كده اشيل المعلقة والم بايدي اعجنها كده بايدي وادخل كل المكونات في بعض شايفين حاسيت انها لسه طورية فزودت جوز الهند طبعا حجم البيضة اللي منستخدمها اللي انا هستخدمها جد اللي انت هتستخدميها فطبعا هتحتاج كمية جوز هند مختلفة فتبضل تزود جوز الهند وتعجيني لحد ما تلاقيها بتتشكل معاكي تجي تتغطي كده عليها تلاقيها بتعمل معاكي الكورة او تتشكل معاكي في ايديك بعد كده جبت المعلقة دي عشان تديني الشكل كده مدور ويها عبتها بالخليط بتاعنا دوت وبعد كده هنزل الكورة يعني على ايدي بالشكل ده كده هتلاقيها بتطلع معاكي بكل سهولة نضغط نضربها كده ايه على ايدي اللي هتلاقيها بتطلع معاكي بسهولة تمام كده عملت بقى كل الكمية بنفس الطريقة شايفين شكلها حلو جدا وكلهم واخدين نفس الشكل ونفس المقاس وممكن كمان تشكلهم على ايديك وبالشرط يعني بالمعلقة ولا حكا تمام كده عملت كل الكمية عملوا معايا الحبة دولت نوش الروح ايه واحدة ايه وبعد كده بقى هدخلوا من الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط وهي هشغل من تحت بس المدة الدقيل مدة 20 دقيقة وتلت ساعة وبعد كده هشغل الشواية دقيقة واحدة بس يغض لون دهبي كده بسيط من فوق وبعد كده هطفع عليه واخرجه واسيبه يهده خالص وبعد كده بقى الفهنة وشيفة شايفين ده بيبقى الشكل بتاعه وده اللون بتاعه من تحت يضبك واخد لون اصفر خفيف كده هي الوصفة دي شابيها للشكل لمة بس الشكل لمة لها اضافات تانية اكتر بس دي وصفة اقتصادية للشكل لمة شايفين ده بقى بيبقى شكلها من جوة كده بيبقى ابيض وفاتح ومن بره بتبقى واخد لون اصفر جميل جدا يارب يكون الفيديو عجبكم استفدتم منه ولو بحاجة بسيطة متنسونيش في لايك وشير مع الف سلامة